تظل موجودة عشان كده بتكون في ضمانة لانه دستورنا يستمر ففي النهاية انا بفتكر انه ان الشباب يعني بصورة عامة شباب السورة وكنداكاتة يعني حقه نمسكه بصورة دي كبيرة انه نرفضه انه يكون في مصدر للتشريع دائم على الدين وانه الدين يظل عمل بتاع جماعات و بتاع افراد في حياتهم الشخصية والدستور ده حق للجماعة كلها والدستور ما بالاغلبية يقولوا لكنه نحن اغلبية السودانين مسلمين الدستور ده حق كله مواطن ما حق المسلمين ولا حق الاغلبية عشان كده ما ممكن تجهد حقوق الاقليات على اساس انه في اغلبية تصويت ضدها والمؤتمر الدستوري اذا جاء حيقوم بالصورة دي الناس تكون عينة مفتوحة لانه ممكن اجمعوا لكم ناس المساجد والجماهير ودارين الشريعة ولا ما دارين الشريعة والعلمانية غلطوا كده ويقوم يكون احصل التصويت على اساس انه اجهدوا الحكاية دي ويجيبوا لنا التشريع الشريعة الاسلامية كمصدر لنا المصادر